بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء ومرسلين سيدنا ونبينا محمد عليه وعلى آله والصلاة والسليم توقفنا آخر محاضرة وهو الشريحة 13 اليوم إن شاء الله رح نأخذ ونستكمل البقية الناتشرال ريسبونس اللي هو الاستجابة الطبيعية الاستجابة الطبيعية اللي تحدثنا عنه أنه بعد فتح السويتش إذا كان عندي دائرة RL بعد فتح السويتش رح ندرس طبيعة ال-L وما يطرع عليه من تغييرات سواء بتيار أو بالجهد المقاومة ومقاومتين فاستنتجنا بعض القوانين هي الانترجي والجهد والباور وكذلك التيار الشريحة 13 رح يكون الموضوع على ال-Time Conistant اللي هو Time Conistant فور RL Circuit وال-Time Conistant المقصود فيه هو الوقت الوقت معين يرمز له بالحرف اللاتيني ال-Tau اللي هو ال-Time Conistant وهو يساوي L على R فهو يعتمد اعتماد على قيمة ال-L وقيمة ال-R وكلما زادت ال-L زاد ال-Tau وكلما زاد ال-R رح يقل ال-Tau في العلاقة عكسية ما بين ال-R وال-Tau والعلاقة الطردية ما بين ال-Tau وال-L فاستطيع ان يتحكم في ال-Time في ال-Time اللي هو لل-Natural Response للاستجابة الطبيعية للدائرة بالتالي رح يتم صياغة جميع القوانين السابقة ورح تصبح هذه هي القوانين النهائية فهذا ملخص لجميع ما سبق من القوانين هذا القوانين كافية لجميع ما سبق مع عدى بعض التفصيلات مثل اللي هو الطاقة الإنرجي والقدرة كذلك لأنه في عندي قوانين هنا في الإنرجي كانت تعتمد على تكامل القدرة وكذلك القدرة كذلك تعتمد على القوانين الأساسية فإضافة بعض القوانين ولكن في الأساس راح نستعوض اللي هو مثلا على سبيل المثال هنا عندي ال-R على L ال-R على L في الإنرجي راح تتحول إلى exponential minus T على tau minus T على tau لأنه كانت R على L فأصبح tau على المقام والtaو معروف أنه قيمته اللي هو L على R وال-IT كذلك نفس الشيء كان I0 exponential R على L minus T الآن أصبح exponential I0 exponential minus T على tau وهذا يندرج اللي هو تغيير على VT وعلى القدرة وعلى ال-Energy اللي هو الطاقة هذا الجدوى عندي لو عوضت بدل exponential هذه العوضت بدل T بالتاو سواء ب 1 tau أو 2 tau 3 tau 4 tau وتقر إليه إلى 10 tau اللحظ أن القيمة كل ما لا يش تصبر كل ما لا تقل أوكي وبالتالي القيمة مدام تقل ف راح تقل قيمة exponential إلى أن تقول إلى الصفر من عند سؤال دكتور هذا التعويضات ما اسمعك التعويض التعويض هذي شريحة 14 شريحة 14 لا هذه تمثل قيمة exponential بس الحالة exponential هذه فقط فقط أنه جدوى لا لا ما تحفظ ولا شي هذه ما تحفظ هذي ما يحتاج أن تحفظ هذه يعني هذه الآن لو عرفت تطبيقها بالآن الحاسب تطليها جميع القيم خلق لما تكون عندك exponential s-t على tau وانت تعوض بدال t-t بتاو عفوا فتصير exponential minus tau على tau راح يروح مع بعض فتصير exponential minus 1 يعني هذه راح تصير exponential minus 1 اللي هي تساوي هذه القيمة بالآن الحاسب لو حسبت راح يطالك بهذه القيمة لو عرفت بدال t ب2 tau راح تصير exponential minus 2 tau على tau فتروح التاو مع التاو فتصير exponential minus 2 وهنا تصير exponential minus كم يا شباب 3 3 3 هنا minus 4 minus 4 5 minus 6 minus 7 زي كده يعني انت بدل t بدل t هذه تعوض بالتاو طيب واحد يسألي قلت ميش المعنى من التاو هذه ليه وضع يعني وضع البراميتر هذا أو ليش وضع التاو ليه وضع هذه الوحدة في طبيعة الحال انه التاو تمثل زمن معين يعتمد على قيمة l والr بالنسبة لدوائر r l فبعد خمسة تاو بعد خمسة تاو كان الدائرة تصبح مستقرة حتى لو كانت ان شاء الله بعد 100 تاو من هذه القيمة الى هذه القيمة الفرق جدا بسيط تلاحظين 10 6.7 في 10 والسالب ثلاثة وهنا 4.5 في 10 والسالب خمسة لو وصلت الى 10 والسالب ان شاء الله 10 والمية تظل قريبة للصفر تظل قريبة جدا للصفر فبالتالي نستطيع القول ان rl والrc كذلك اللي راح ناخذها لاحقا راح تستقر بعد 5 سواء في ال natural response اللي هو بعد فتح ال switch او في step response بعد اغلاق switch اذا اخذناه لاحقا فبعد 5 تكون الدائرة مستقرة يعني الزمن اللي هو بعد فتح switch او غلق switch فقط هو 5 هو اللي همني وراح ان شاء الله نبينه في المحاضرات اللاحقة انه بعد 5 ترى الدائرة تستقر سواء تستقر التيار والجهد على الصفر او تستقر التيار والجهد على اعلى قيمة ممكنة تصل لها الدائرة وضحة الفكرة هذا هو التاو راح نباع ان شاء الله اتفضل باسوها مقاطعة لكن بالنسبة للقضارين هالي احنا نحفظها او الاستنتاج لا هذا فقط استنتاج توضح لك حالة التاو فقط انه اش راح يحدث الـ لانه اذا عوضنا بدأ التيب التاو لأنه بعض الاحيان نسألك اقول لك اوجد لي قيمة التيار بعد يتحول exponential os minus 2 وجد لي بعد 4 تو فتعرف exponential minus 4 لكن هذا القيم ما لها اي معنى موجودة في الالة خلاص تكتب exponential مرفوع للأس سالب 2 سالب 1 سالب 4 سالب 5 تطلع لك اياها الاحال الحاسبة ما يحتاج وضحة الفكرة وضحة هذا الجزء يجيلك انه كل ما زاد التاو لال exponential s minus انه راح تكون تقول الى الصفر يعني بالمختصر لو بارسو ما لك بشكل graph راح تيمة تيمة المضروبة في exponential ايش الفائدة من exponential دائما اللي الرمز هذا exponential e انه دائما تكون القيمة مثلا هنا اوكي بعدين تقول مع الزمن الى الى ايش الى الصفر شوف لاحظ منحنة لما تقول للصفر ترى هذا ترى 5 tau 5 تاو في كل الدوائر transient circuit ال5 tau هو الاستقرار خلاص هو يعتبر كوحدة يعني هنا مثلا يكون واحد تاو قطع او خسرة القوة هذه خسرة التيار خسر او جهد خسر 63% بعدين خسر مثلا 70% بعدين خسر 80% لما يوصل خلاص 99% يعني 100% خسر خلاص انتهت قيمة هذا او العكس او العكس اذا كان مختلف الصيغة هذه راح نخذ ان شاء الله راح قد يكون يعني فيها تصاعد بهذا الشكل اوكي وتستقر كذلك بعد بعد 5 تاو فترقاها بعد 5 تاو هنا استقرت اوكي فهي تستقر هنا بعد 5 تاو او تنهار هنا توصل لما توصل الى الصفر بعد 5 تاو الى الصفر اوكي وضحت واضحة الفكرة واضحة بس بش ما انديس بعد اذنك هل الاتاو هذه لها رمز في العالم لا ما لها رمز هي لها قانون اللي هو القادر القانون الا على ر ايه طيب بالنسبة لدوائر ايه بالنسبة لدوائر الر هي مش ثابت زي الباي مثلا ايه هذا كان سؤال لاحظ انه اذا كانت عندي واحد ناقص اكسفونيشل اسماينس زي هذه مثلا خلينا خلينا ندرس ندرس كوي سؤالك عشان نوضح مثلا امثل هنا خلينا نقول تي هذه ما لنا في القيم اي قيمة كانت نفترض ان هذه اي قيمة كانت عشر 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 نفس العقام هذه كذلك ال اي ال اي هنا في هذه الحالة في حالة ال natural response في حالة اللي هو الاستجابة الطبيعية حالة ال natural response اللي هو في حالة الاستجابة الطبيعية لنفترض انه عندي هنا قال لك تي اكبر او سوى الصفر يعني تي هذه راح تزيد مرة واحد ملي مرة ثنين ملي ثلاثة ملي خمسة ملي واحد سكن اثنين سكن ثلاثة سكن مية سكن اوكي طيب لنفترض انه انا حطيت هنا 5 تاو 5 تاو التاو اعرف انها ال على طيب بعيدا عن التاو خلص خلي التاو هذا التاو نحي يعني بدأ قيمة التاو هذا نطلع انه نكتب هنا خمسة احسن احسن تقول للصفر تقول للصفر اوكي طيب طيب هذه تقول الى ايش اكبر من صفر للصفر طب هذه بعد زمن طويل تقولي ليش للصفر طيب هنا طيب هنا اكبر من الصفر يا مهندس ما انشاء الواحدة وقل اشاء صفر شوف لاحظ هنا هي في النهاية في النهاية هذه القيمة هنا راح تزيد يعني هذي تير راح يزيد مع الزمن صح ولا لا صح ولاحظ انه اس سالب اس اس اكسبونيشل اس سالب اثنين يعني كأن يقول واحد على اي اكسبونيشل ثين تي فذال السالب صح ولا لا ف كل ماله يصغر القيمة هذه الى ان تستقر قيمة معينة لكن في النهاية راح تقول للصفر لكن لاحظ هذه هذه في صعود يعني قيمتها في صعود وليست في في ايش ديو يعني هي النهاية راح تعول للصفر لكن الانرجي تم تخزينه وتم فقده ولكن يظل انه في كانت انرجي موجودة فلا تعول للصفر ليش لانه واحد يعني تخيل انت الواحد اقول لك انا الواحد هذا نقص منه بعد مثلا جدلا نفرض انه اقول لك ترى الواحد هذا نقص منه 0.1 بعدين بعد زمن معين نقول نقص منه 0.2 بعدين نقول انه نقص منه 0.3 0.4 0.5 هو يقول للصفر ولكن بطيئي جدا صحيح ولا فقط بمجرد اني ضفت الواحد لان القيمة هذه تصخر وهذه القيمة كلها ثابتة لما يصبح الابتدائي لو كان بالصفر اساسا راح يكون بالصفر تماما لكن القيمة الابتدائية قيمة ثابتة القيمة ثابتة فبالتالي واحد وهنا عندي بعد تايم راح ينقص يتناقص 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 وبالتالي هو لا يقولي للصفر إلا في حالات معينة وضحت الفكرة انه الـ دائما تقولي للصفر يعني انت كان عندك لنفترض مثلا الـ يعني اقول لك سالب T والـ هذه قيمتها عشرة مثلا X هذه قيمتها عشرة فتصير عشرة سالب T طيب T ذا لو كان واحد لو كان واحد يعني عشرة والسالب واحد راح تصير point ون طيب لو عشرة والسالب اثنين صارت T اثنين والسالب اثنين يعني تصير كم تصير واحد على عشرة تربيع يعني واحد على مية يعني تصير point 0 ون قلت شوف كانت point ون بعد ان صارت point 0 طيب لو كانت عشرة أو السالب أربعة راح تسير واحد على عشرة ألاف بعدين تسير واحد على مئة ألف بعدين تسير واحد على مليون فالقيمة كل ما لا تسخر زيادة مع الزمن يعني تقول إلى إيش الصفر إلى الصفر هذه هي الفكرة هذه الفكرة اللي هي الـ Exponential طيب طيب عندنا هنا المثال الأول لـ Natural Response ونحن أخذ إن شاء الله اليوم مثالين مثال الأول سهل ومثال الثاني فيه Trick وقعنا فيه مع زملاكم الدفع اللي قبل ولكن وجدنا له حل في الدائرة كانت الدائرة أكثر شوي تعقيدا ولكن وجدنا له حل وهو في مسألة بعض العناصر وبعض التيارات اللي مطلوبة في العناصر شوف عندي دائرة هنا مصدر ديار 20 أمبير مقاومة هنا ملاف هنا مقاومة 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 لاحظ إنه السويتش هذا كان مغلقة كان مغلقة هنا لو تقرأ في السؤال يقول لك يعني قبل ما يتم فتح السويتش هذا كان السويتش هذا مغلق لوقت طويل يعني وضع الدائرة هذي مستقرة كانت فقطعا إيش العناصر اللي تكون تغيرت مع مرور الزمن قبل فتح هذا السويتش ها هالمقاومة كيف يعني 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 إيش العنصر من العناصر هذي طرأ عليه تغير بعد زمن طويل الملف يا مهند الملف الملف ميش تار الملف تشبع نا ما نستطيع يولد المجال المغناطيسي مجال المغناطيسي بس الأهم من كذا صار إيش صار يعني خط عادي خط عادي هو فيه انرجي ولكن ويش ومخزن هذه الانيرجي على شكل مجال مغناطيسي ولكن صار شورت فبالتالي الشورت هذا هل يوازي هذا المقاومة لا ما يوازيها إلا يوازيها يعني في حالة أنه الدائرة مغلقة إلا ما تكلمنا إذا فتحنا الدائرة يكون هذا ما كان موجود صحيح صحيح التيار يختار يكون أسهل طريق يعني ما يروح للمقاومة يعني 20 أمبير إذا راح تروح ما تروح هنا لأنه في طريق أسهل منها فراح يروح من هذا الطريق وراح يروح من هذا الطريق كذلك أو راح يروح من الطريق هذا كامل وبعدين يتقسم هنا وهنا ويرجع كذلك وبالتالي عندي هنا لال التيار 20 أمبير هذا كامل راح يمر فيها لأن هذا وهنا تفرع في مقاومات لا هو يختار الطريق الأسهل راح يروح من هذا الطريق وراح يتوزع هنا وهنا وبعدين راح يرجع وهكذا طيب هذا كلام قبل ما يصير للسويتش أو يتغير محارة السويتش عند تي تساوي 0 فتحنا السويتش الآن يقول لك find il اللي هو التيار اللي على الملف for t equal أو يساوي الصفر يعني هو جد للمعادلة إذا كانت تي شوف لحظة مدك تي معينة كم قيمة تي ما أعطاك قال لك تي عند تي يعني تي تبقى مجهولة عند تي تساوي أقر من الصفر b i0 فينا i0 هذي هي سيار هذا v0 هذا الجهد يعني إذا جبت أنت هذا يسأل عليك هذا وبعدين فقرة d the percentage of the total energy stored into re-inductor that is anticipated in the 10 ohm resistor وش المقصود بالكلام هذا يقول لك النسبة ونسبة الطاقة اللي هو total energy اللي هو مجموعة الطاقة التي تم تخزينها في اثنين الملف أوكي وتم تشتيتها اللي هو في العشرة أوم يعني النسبة ما بين هذا وهذا الانرجي من هنا الهين النسبة اللي هو الانرجي نسبة الانرجي هنا اللي هو في على الار 10 ohm وعلى الملف وراح نشوف طريقة حسابها طيب ال a i l i l انت راح دايرة نفتوعة خلينا نرجع نشوف الطيار هنا هذا القوانين يعني ال i t هي نفس ال i l i 0 القيمة الابتدائية exponential ما ينستي على تو هذا القانون نرجع هنا نخلينا نسم خطة وضيح بس يعني الدايرة صارت open يعني هذا كله ما من علاقة فيه هذا كله خلاص انتهينا منه أصبحت الدايرة هذه الدايرة أنا أبغى ال i l ال i l زي ما شفناه في القانون السابق تساوي i 0 exponential minus minus إيش minus t على تو طيب التاو كيف أحسبها ما قدر أحسبها الآن إلا لازم إيش ال l على ال l على ال r طب ال l عندي لكن ال r مش عندي ال r عندي عدة r فلازم أجيب ال r total كاملة كي فكيف أجيب ال r total كاملة لاحظ ال عين توازي توالي توازي توالي توازي توالي يعني 40 في 10 على 40 زايد 10 راح تصير 400 على 50 يعني 40 على 5 في 8 هذه فيها 8 8 8 كام يصير 10 8 8 2 سوي 10 10 عم عم 20 عم 10 10 عم كل هذا عشان نجيب ال r total or equal طيب خلاص جيبناها فاذا عرفنا اللي هو time constant التاو يساوي point two seconds احظ ال tao point two seconds متى تستقر الدايرة انذا ضربنا في 5 لو ضربنا هذا في 5 راح يطينا متى تستقر بعد 1 second راح تستقر اوك فاذا نكتب المعادلة IL نفس المعادلة السابقة I0 هذه هي ال I0 ليش I0 هذه ليه لأنه عندنا هنا 10 20 امبير ال IL كل التيار هذا راح يعبر عن طريقة الملأة اوك وبالتالي القيمة البتدائية للتيار 20 exponential minus 5 كيف جاء minus 5 يا شباب ها كيف جاءت معنا minus 5 بس أنا حطيت minus T مجهولة T تاوي 5 I0 ها دي طلعت هندي كم 20 نعم الإكسبونيشل minus T على T التاوي هنا كم قيمتها كم طلعت أنا 10 0.2 طيب 0.2 لو ما تكون تصير 1 على 0.2 تصير 5 فتصير minus 5 T minus 5 T أوكي دائما معادلة تكون إذا عندي مجهول في كثير من الطلاب اللي حطهم أعتقد أنه دائما لازم لما نسألك IT أكيد أنه راح تكون تعبير رياضي ما راح يكون قيمة عدد أنك أنت ما أعطيت أني time محدد ولا يمكن تعويض أو تخمين time لو طلبت منك بعد time معين تعوض عادي على سبيل المثال لو هنا عوضت بالT هذه ب1 second عوضول الآن بالآلة ب1 second كم تسار عوض لل I L وهنا بدال T ب1 second يعني exponential minus 5 مضروبة في 1 1 second أو S اللي هو exponential minus 5 شوف كما القيمة تطلع كم تطلع يلا عنده اللي هي تكون 3.125 20 في 10 والسالب سبع 20 exponential موجودة عندك في الحاسبة minus minus 5 را تكون عندي فاصلة 1 3 4 يعني 13 من 100 يعني 134 ملي ملي أمبير طب 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 عوض بال 0 2 نفس 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 بال 0 2 هذه نفس نفس أوكي بال 0 2 نفس راح تصير نفس 20 exponential minus 1 أنا راح اطير التاو مع التاو ستصير minus 1 راح تصير القيمة عندي 7.35 يعني بعد 0.2 ستصير 7.35 بعد 0.4 راح تقيل زيادة بعد 0.6 راح تقيل زيادة بعد 0.8 راح تقيل أكثر بعد 1 س راح تكون قريب للصفر وكل ما زاد قيمة الس راح يقل فال IL بالنهاية وصل للصفر لكن هذا expression تعبير لأنه مع طاني T محددة واضح الفكرة طيب طلب في فقرة B I 0 I 0 4 T الفقرة الأخيرة هذه طيب أنت عندك هذه هذه طيب أنت عارف كيف طلعت القيمة هذه هذه بناء عن عن هذا القانون القيمة الابتدائية Exponential الابتدائية اللي يتكون على هذا الملف بعد ما أفتح السويتش أنا يوازي أو يولد في البداية قيمة هذا التيار لأنه تغذب هذا التيار طيب لو كان 30 أمبير مثلا راح يكون التيار هنا بعد ما يفتح السويتش بعد ما يفتح الأنرجي المخزنة هنا على هاتف مغناطيسي يولد لـ 30 أمبير اللي أنا غيرت مثلا إذا كان 40 راح يولد لـ 40 حسب جهد المصدر حسب تيار هذا مصدر مصدر إذا كان جهد حسب النابع الواصل للملق يعني تختلف كل دائرة تختلف يعني على سبيل مثلا لو كان ملف هذا هنا وهذا كان جهد تختلف كما التيار اللي طلع من المصدر هنا ومر في الملف أوكي فحسب حسب طبيعة الدائرة الدائرة هذه لا ليش طبيعتها كذي لازم أنا أفهم الدائرة أول شي لازم أحللها أنه الملف هذا صار short circuit مدام short circuit هذا التيار كأنه راح يمر هنا ويرجع مر هنا ويرجع أوكي فنفس الشي ليه لأن هذا short يعني التيار يأخذ الطريق السهل في طريق صعب ما راح ما راح يكمل حتى ما راح يكمل بأي وثنين فأنت الآن خلاص تعرف أنه هذا هو هذا 20 أمبير هو هذا نفس الشي فهذا القيمة الابتدائية هذا نقطة الثانية عنده صحيح طارق هذا سويتش في حال سويتش صحيح ايو شو ما بنتكلم في سويتش الآن نتكلم في بعد فتح سويتش لكن أبقى تفهم قبل إيش صار يعني هو المطلوب بالسؤال تنظر تنظر لا لا السؤال إيش قال لك قال لك أنه تراه كان مغلق لوقت طويل قال لك قبل ما يفتح سويتش أو جدري هذه وصلت يعني هو كأنه من اللحظة الأولى اللي يفتح فيها الأوبير اللحظة الأولى أنت تدرس الحال اللي قبل يقول لك قبل ما يتم فتحه لو انفتح السويتش هذا وقال لك بعد فترة نشوف قيس ما في شي كلها صفارة التيارة تصفر وجفو تصفر وانت هنا ما ما في شي وصلت فكرة وصلت طيب ب أوجد التيارة اللي مر في المقاومة 40 أوجد التيارة اللي مر في المقاومة 40 طيب لاحظ أني أنا عندي التيار هذا أعرف صحيح ولا لا وقلت كم التيار هذا بعد ما يعني بعد ما أفصل المفتاح هذا خلاص هذا دائرة بس هذه فقط يكون التيار هنا ما لطريق إلا هنا وراح وهنا فعيش الحل المناسب عشان أطلع قيمة التيار i0 التيار فرع وعند هنا مقاومة على التوازي حصل الجمعة حصل الضرب لا بالنسبة للمقاومة التيار ما أبغى أجمع أنا أبغى أبغى التيار اللي مر هنا في الاربعين لأنه هو طلب مني i0 قانون اي شباب في قانون توقع للتيار دكتور ينسوي اللي هو والله ما نمذكر بس ممكن التيار مجزئ التيار نعم الكون الكون نضرب التيار كيف الكران ديفجين أنا عندي هنا توازي لازم يكون عندي توازي التوازي هذا لازم أعرف التيار المغذي التوازي هذه قبل أنا عارف وهو 20 هنا يوصل إلى 20 أمبير ويوصل هنا يتفرع هنا يتفرع هنا راح جزء مني يروح هنا وجزء منه راح يروح هنا فالتيار هذا أقدر أجيب بقانون التيار هذا كمان أجيب مجزء التيار طيب أنا بشرط واحد أنه يكون التيار هذا عارف هنا قيمته كما مو أجيب لي تيار مثلا هنا أدو اللي أقدر أطبق ولا لازم التيار المغذي للفرع هذا أو الفروع هذا اللي على التوازي فإذا التيار اللي هنا 20 أمبير فخلاص أنا عارف أني أبغى التيار هذا يساوي التيار المغذي الرئيسي مضروب في المقاومة البعيدة مقاومة بعيدة مو هذه ولا هذه ولا في أي مكان مقاومة بعيدة اللي هي على التوازي مع المقاومة هذه يعني لو كانت مثلا عندي 10 وفي مقاومة ثالثة هنا مثلا أوكي تصير المقاومة بعيدة لها هل هي العشر مثلا نفترض أنه في مقاومة هنا على التوازي مثلا 20 المقاومة البعيدة بالنسبة لل40 هل هي العشرين اللي أنا استحدثتها أو العشرة العشرة لا خطأ لا خطأ المقاومة بعيدة موت ال42 تكون دكتور 2 حسن 2 مع بعض هي المقاومة البعيدة كاملة 2 مع بعض تصير المقاومة البعيدة لل40 هذي إذا بجيب التيار هنا أقول التيار الأساسي المغذي مضروف المقاومة البعيدة على مجموع المقاومتين هذي مجموع المقاومتين أوكي جمع هذه مجمع توازي لأنه هذه القانون جاء بعد اختصارات وموجودة في القناة موجودة عندي في مادة هندسة كهربائية 2 دوائر التوازي موجود تفصيل لها قانون الأساسي وكيف وصلوا لاستنتاج هذا فقط في حالة كانت عندي مقاومتين أو ملفين أو ملف مكفف يعني عندي معامقتين عندي أكثر من فكرة يعني عندي عنصرين فقط على التوازي وكيف وصل يعني بالتيارة المصدر مظروف المقاومة البعيدة على مجموعة المقاومتين طيب أجيب التيارة اللي هنا ها ماشي ساوي نفس الشيء يوجد التيارة مغدف في المقاومة البعيدة أربعين أربعين أحسن تعالى على مجموعة المقاومتين أحسن بس هذا هو ما يتوصل مع العلم التيارة هذا شوف اتجاه وكيف ورح يكون بالاتجاه هذا I0 ويش وضعه عكسه دعم أنه عكسه ويش رح يصير ها عكس هذه الإشارة الثالث أحسن الثالث فلاحظ أنه هذه فقرة بي يقول لك وجدناه بالcurrent division نفس ما ذكرنا I0 يساوي التيارة مغدل IL اللي هو بالمائنس يقول لها حط الإشارة 10 المقاومة بعيدة على 10 زين تربعين طيب ال I0 هذي فينا حسبناها هنا قبل أخذ هذي كاملة ويجي عوضها هنا طلعت معي سالب 4 exponential minus 5 على T هذه وضحت واضحة يا شباب دكتور المقاومة 2 ليش ما دخلناها في الدائرة كاملة ما لا علاقة نهائيا لأنه طلبنا المقاومة 40 لشان كده ما دخلناها طيب أنا يتعامل مع مقاومات على التوازي خذها في بالك فعنا التيار اللي هنا لو كان فيه عندي تيار هنا ما يفي ذن هنا ما يعرف أنه هنا هو النقطة هذه النوت فالمقاومة هذه خارج الحسبة هذه مقاومة خارج الحسبة بره لو كانت هذه المقاومة هنا لا تختلف لو كانت مقاومة هذه هنا لا يختلف لكن هي بره بره التوازي هذا بره الفرعين هذه اللي على التوازي لو كانت في الداخل هنا أعتبر هذه كلها مقاومة واحدة لو كانت هذه الثنين هنا جنب العشر رأعتبر ها كلها مقاومة واحدة لكن هي بره الفرع خارج الفرع فالتيار IL هذا لما يوصل هنا يتفرع لما يرجع هنا إيش يرجع يرجع IL ولا يرجع I0 بس يرجع IL نفسه IL نحن نتكلم كأنه في عندي مصدر تغذية والوقت طويل وياخذ راحت والتيار ويتقسم ويرجع لا ترى مسألة لحظية يعجب لحظية يعني ثواني ثواني يعني واحد ساكنت في الدائرة هذه واحد ساكنت ثاني واحدة كافي أنه يفرغ جميع الشحنات وينتهي الدائرة وتصبح زي ما يقولون مستقرة تماما مستقرة تماما فهذه الفكرة ليش ما استفدنا أو ليش ما دخلنا هذه الثنين وفيها لأنه التيار الآية ووصل له هنا فأنا إيش علاقة هذه فيها لما أقول مقاومة بعيدة الأربعين مو معناة مقاومة بعيدة اللي هنا ولا هنا ولا هنا لا مقاومة بعيدة اللي يعتوازي عشر واثنين اللي جنبها مثلا لو كانت المقاومة هنا ثنين أوم راح أقول لك المقاومة بعيدة عشر وعلى واعتبر هذه الثنين والأربعين نفس الشي تحت وأقول الثنين والأربعين والعشرين كمان يعني على مجموعة دائما تمثل أن هذا خط واحد مقاومة وهذا خط واحد مقاومة ما بالخارج بالخارج ما لي وصلت الفكرة وضعت طيب فقرة B حلنا I0 T طيب V0 في جهدينا ما يحتاج عندي I0 طلعت قيمة وراح أضربه فيش قالوا I0 في R يصير عندي أربعين طيب أربعين مضروب في ماينس أربعة راح يديني سالب مية exponential تنزل نفس الشي والexponential تنزل نفس القيمة واضح يا شباب طيب فقرة D the percentage of the total energy stored in اللي هو 2 اللي هو الملف 2 هنري inductors that is dissipated in the 10 ohm راح نحسب الباور اللي هنا وراح نحسب الباور اللي هنا فنجي للباور شوف طريقة الحساب الباور اللي كان على المقاومة أخذنا القانون الطبيعي V3B على R V3B على R V0 أخذرنا V0 ليه V0 لأن العشرة ohm اوكي راح هنا طلعنا الجهد تباعها اوكي وهنا الجهد المقاومة هذا يتوازي هذا المقاومة فإذا جهدهم واحد سيسوون نفس الجهد اوكي وبالتالي V0 تربيع على عشرة أي أن القيمة هذه تتربع تتربع هذه القيمة أي سالب 160 راح يروح السالب وتتربع 160 وتقسم على عشرة يعني كانت قيمتها تقريبا 25600 على عشرة راح تصير 2560 الاكسبونينشل ما تغيرت الاكسبونينشل بس تغيرت هنا لأنه هذا كل كان تربيع التربيع ربع هذه القيمة وهذه القيمة الأس ما ربع القيمة هذه لا التربيع تبعا أنه 2 ضرب الخمسة 2 ضرب الخمسة بس صارت عندي والسالب ايه والسالب واكسبونينشل total energy لسه احنا طلعنا القدرة ما طلعنا الانيرجي total energy للعشرة اوم اللي هو يعتبر مستهلك اوكي نكامل يتم مكاملة هذه من صفر الى ما النهاية دايما إلا في حالات محددة راح ناخذ ان شاء الله لاحقا من صفر الى ما النهاية 2560 اكسبونينشل minus 10 تي يصبح عندي الناتج اللي هو 2000 في النهاية راح يكون عندي 256 وهذه التكاملات مطالبة انكم تعرفوا كيف طريقة التكامل الى 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 2560 exponential minus 10 تي على minus 10 على minus 10 وبعدين نعوض بالانفينيتي راح يدينا صفر وبعدين راح تصير صفر ناقص 2560 على ناقص 10 فيروح السالب مع السالب وتروح العشرة مع الصبر هذا تصبح 256 جول 256 جول هذا الانيرجي اللي موجودة فيش المستهلكة اللي تم استهلكها في المقاومة العشرة طيب نشوف اللي على الملف هنا عندي 256 هنا عوض بالتايم صفر خلى التايم صفر لانه هنا كامل من صفر الى مال النهاية طلع قيمة هنا راح يعوض بقانون اخر فين القانون هذا موجود من القوانين اللي اخذنا السابق اللي هي هذا شوف لاحظ هنا الانرجي اخذ كامل للباور في حالة المقاومة وهنا لا والملف لا عوض مباشرة نص ال اي تربيع وعوض هنا بالتيب صفر يعني اخذ هذه واحد ناقص وعوض هنا بالصفر فبالتالي صار عندي الناتج نص ال لو باثنين اي عشرين اصلا في الاساس فعشرين بالاساس صار كم عندي تربيع اربعمية وهنا هنا القيمة اللي هو بالنسبة للتايم اللي هو الصفر يعني هذي مضروبة في الصفر كيف جات كذا لانها لو جينا هنا القانون الاساسي عندي واحد وعندي هنا التيب صفر فتصير واحد ناقص اكسبونيشل ماينس تي وين عندي قيمة صفر التالي راح يكون عندي صفر وبالتالي تظرر في واحد فليصبح عندي الناتج هذه القيمة القيمة اللي هو 400 جول طيب نبغى نجد البرسنتج ما بين الانيرجي اللي تم استهلاكها على المقاومة وما بين الانيرجي أو نسبتها للانيرجي اللي هي الانيشي الانيرجي اللي هو ستور اللي تم تخزينها الابتدائية الانيرجي الابتدائية في الملف اللي كانت موجودة وتنفقدها بتصير عندي 256 على 400 في مية إيجاد نسبة لو ضربتها في مية راح تصير 0.64 ولو ضربتها في مية راح تديني بالنسبة المياوية 64 في المية 64 في المية تقريبا هذا هو الاستجابل الأول مهم جدا ومثلي اللي هو الاستجابة الطبيعية لدائرة RL Circuit RL Circuit سؤال على هذا المثال الهندس الو ايو اتفضل بلاير جاء الصفحة اللي راحت اخر شيء في المثال ايو هنا مهم 200 400 لش ضربنا 2 هنا هذا 2 هنري اللي هي L قيمة L قيمة الملف وال I ليه 400 لانه 40 20 صحيح التيارة كلها وصلت وصلت طيب مهند الطريق اه تخبرك سلام عليكم ما لازل اعتدر اني تأخرت بكل الدرس لانه كان عندي مراجعة كلمة السجفة طيب قدم اكتش اشعب 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 طيب خلينا ننتقل لأكزامبل 2 لاحظات الشباب اشعب اشعب لأكزامبل اشعب 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 التعقيد طبيعة الـ هذا نفس الفكرة مع ملفات اللي هو على التوازي فلاحظ عندي هنا ملف أول يمر في تيار 8 أمبير قيمة الـ 5 هنري هنا عندي ملف آخر يمر في تيار 4 أمبير قيمة الملف 20 هنري هنا عندي سويتش وعندي هنا تجموعة من المقاومات طلب مني I1 I2 I3 خلينا نقرأ السؤال in the circuit showing in the figure the initial current in inductors L1 and L2 اللي هو الملفين اللي هنا have been established by source not showing يعني تم وضع اللي هو تيارات بناء على مصدر غير مرئي الآن يعني تم فصله يعني موجود التيار أعطاك هم شيء قيم التيارات الأساسية لو كانت في دائرة معقدة راح تكون أكثر تعقيدا لكنه أعطاك التيارات اللي هنا فسهل عليك The switch is opened خلاص تم فتح السويتش لما يفتح السويتش خلاص هذه يكون open الدائرة لاحظ هنا عندي VT هنا هذا موضعها لاحظ أن VT هذه نفس الشيء الجهد هنا كذلك موازي للملفات فأول سؤال find I1 I2 and I3 40 أكبر أو يساوي الصفر أكبر أو يساوي الصفر لاحظ أن IT أو في البداية جاب قيمتها قبل ما يجيب قيمتها لازم يبسط الدائرة كيف يبسط الدائرة هنا عندي ملفين هنا عندي ملفين أساسيين وهنا عندي مجموعة من المقاومات طيب الملفين هذه كيف عملية جمعهم على التوازي حاصل ضربة على الجمعة حاصل للضربة على الجمعة تصير 25 200 على 25 بأربعة راح تصير أربعة هذه طيب هنا هذا توازي 15 مع العشرة توازي 15 في 10 150 على 25 تقريبا نقول 6 6 تقريبا نحسب 10 في 15 على 25 راح تكون 6 زايد 4 10 10 في 40 400 على 50 40 على 5 ب 8 فحيصير هذا والتيارة كذلك تجمع هنا 8 أمبير بنفس الاتجاه هذا الاتجاه هذا وهذا الاتجاه هذا راح تصير 12 أمبير لاحظ اش صار 12 أمبير الملف صار 4 هنري والمقاومة صار 8 كل هذا عشان أجيب شيء مهم جدا لهو إيش لهو إيش اللي هو التاو time constant time constant اللي هو التاو 4 على 8 هذه 4 على 8 L على R 4 على 8 تصير نص نص second فإذا الاتجاه الاساسي المهم في الدائرة بناء Bt سيصبح 12 12 قيمته كيف 12 جاء هذا هو 12 يعني الاتجاه الشامل للملفات يعني ما جبت الفرع اللي هنا ولا اللي هنا لا جبت الاتجاه بساوي 12 exponential minus 2 كيف جاء minus 2 لأنه minus t على tau اللي هو نص بسير minus t على نص راح صار 12 exponential minus 2 t 2 t بالتالي ال vt هنا vt الجهد هذا راح ناخذ التيار هذا ونضربه في الثمانية فتصير ثمانية في 12 راح تصبح 96 exponential minus 2 t هذا vt طيب إلى حسبنا i1 لاحظ ان i1 وال i2 وال i3 تختلف كان عندنا اشكالية مع زملاء كم في i3 لأنه حل هنا باختصار شديد فجدنا طريقة تحلها i1 لاحظ انه اخذ الجهد وهذا الجهد vt طيب يتساءل الشخص ليه اخذ الجهد هنا وكامله وحسب ليه واحد على خمسة وكامل الجهد ايش السبب ايش شباب مني جواب ليش ما انت الان هو طلع ال i2 الاساسي جاي من الملف total الملف هذا كامل حسب i2 طيب ليه ما خلاص قال انه i1 هو يبغى i1 وال i2 يعني التيار ال i2 هنا والتيار ال i2 هنا القيم هذه الثمانية والاربعة تراها قيم ابتدائية initial قيم ابتدائية الآن السؤال ليش جمع الملفات هنا وجمع المقاومة هنا وطلع للتاو وطلع ال i2 الاساسي اللي هو في الدائرة هذه ال i2 الاساسي بعدين كاملهم كاملها هنا بعد ما طلع يعني طلع ال i2 وطلع الجهد وعدين كامل الجهد كامل الجهد وهنا قال لي واحد على خمسة يعني هنا قال لي واحد على l العربي هذا هذا المعلومة المهمة طيب اختصارا للوقت التيار هنا لو نرجع للقوانين الاساسية اللي سبق أخذناه في المحاضرة السابقة طيب نرجع هنا لما يكامل لما يكامل الجهد يعني شوف لاحظ هنا عندي التيار لما يكامل التيار يحصل على اللين صحيح ولا لا وبالتالي عندي لو جعنا لهذه المعادلة الأساسية و جعنا تتبعناها في الأول راح نجد أنه هنا عندي جهد وهنا عندي جهد هنا عندي جهد وهنا عندي جهد طيب الجهد هذا أخذ مشتقة التيار وضربها في الليل للملف أخذ مشتقة التيار اللي مر في الملف وضربها في الليل هذا لحسابه إيش الجهد صحيح ولا لا يعني هذا الجهد بقانون كير شوف كيف طيب واحد يقول طيب كيف عرفت أنه الجهد لأنه هنا شوف R في آي R في آي قانون أوم هل هو يسوي V طيب حتى هنا VL ترى طيب كيف جاب ال VL هنا أخذ الملف L وضربه في مشتقة التيار بالنسبة للزمن طيب لو أنا بغير أطلع التيار العكس وأسوي عملية معاكزة نفس اللي هنا يصير راح أقول الواحد على L و و كامل الجهد يعني لو أبغى أحسب زامبل 2 أبغى أحسب التيار التيار هذا راح أقول واحد على L من فين جات هذه الخمسة من هنا شوف هنا I1 اللي مر في L1 هذه L1 هذه هي الخمسة وأقول واحد على L لخمسة تكامل الجهد طيب أنا طلعت الجهد هنا الآن لو أخدت اشتقاقها يعني ضربتها في خمسة هذه مرة جيت هنا وأخدت اشتقاق هذه وضربتها في خمسة راح ترجع وتديني اللي هو الجهد هذا وضحت الفكرة فيها ترك شوية لو أخدت اشتقاق هذه وضربتها في الخمسة في ال-L راح يعطيني الجهد الأساسي لكن أنا هنا لا بطلع التيار أكامل الجهد هذا B T أكامله 6 to say the expression minus 2 1 على 5 برة يكون معا بالكوفيشينت أوكي أوكي فيصبح هذا هي تكامل الجهد طيب هنا عندي ناقص ثمانية فنجأت ناقص ثمانية اللي هو مجموعة البلطة ها يا شباب نسمي لكم بقول مجموعة الـ 8 وـ 10 لا يرجع هنا الثمانية هذه أمبير اللي هي الـ initial طرحها من قيمة التيار المحسوب أوكي فأنا طلعت الجهد هنا أوكي هنا إيش سوى 1 على L تكامل LVT ونقص منها ثمانية ثمانية عمبير الأساسية اللي هي قيمة قيمة ابتدائية هنا قال لك إياه أنه L1 و L2 ها بنت موجودة يعني يعني مو موجودة في عندي وانا طرحها من قيمة الثمانية وهو طيب الفقرة الثانية اللي هي آية اثنين نفس الشيء واحد على عشرين يعني واحد على L2 هذي موجودة وكامل الجهد الجهد اللي هو VT اللي هو هذا وطرحها من سالب أربعة اللي هي القيمة الابتدائية اللي هي هذه وبالتالي التكامل عندي هنا واحد على خمسة اخذ مشترك فلا سأطلع برا وكامل الستة تسعين راح تصير الستة تسعين exp minus 2x على minus 2 وعبر مرة بالT ومرة بالصف راح تصير هنا عندي واحد الستة تسعين راح اضربها واغسم على خمسة فراح تطلع معي النتيجة وهي واحد فاطة ستة ناقص 9.6 لانه هنا راح يكون عندي القيمة 96 فنحسب ها 96 على خمسة 96 تقسيم خمسة وعندي قيمة ثانية هناك ناقص ثمانية راح تديني محصلة 1.6 والقيمة هذه هي 9.6 exponential minus 2 T والآية 2 نفس الشي نفس الناتق نعم كيف حسبتها خلاص انت تكامل هذا اول شيء في البداية تكامل هذا القيم هي 96 exponential minus 2 X على minus 2 تعوض المرة الأولى بالT زي ما هي والمرة الثانية تعوضها اللي هو بالصفر تمام حسنا وإن تطرح اللي هو تضربها كامل تضربها في واحد على خمسة وتطرح منها سالة 8 هذه لازم تراجعون التكاملات الExponential لازم تراجعون التكاملات تفرض انك اخدتوها في المات أو تدرسون شوفوا الExponential راجعوها إذا ما في مهندس في نقاط محينا يتفضل إذا ضربنا واحد على خمسة تضرب 96 تمام بعدها ناقص ثمانية تطلع يضح الناتج مانا 11.2 صحيح لا مو كده هي أول حاجة تطلع قيمة أول حاجة في عندي أول شيء كاملة اللي هي 96 هذه لو طلعت برة أفضل فعوض الExponential الحالة يعني هذه ال96 أقدر أطلعها برة وفق اشتق الExponential minus 2 أفضل كده وأسهل عليك راح تكون الExponential minus 2 X على minus 2 2 مرة تعوض بالT وبعدين ناقص وتعوض بالصفر تعوض بالصفر ناقص بالصفر كم تطلع دائما تخلينا نحسبها راح تطلع راح تصير راح تصير راح تصير ناقص نص راح تصير ناقص تاني راح تصير بالT بالT وراح تطيك نفس الناتج حاولوا انتو تحلونا إذا ما زبطت معكم أنا أصور لكم فيديو أو أشرحها بالتفصيل أو أرسلكم الحلو على البلاك بوب بالتفصيل بس طارق مضحها لك اه لو بس تغين الطريقة بس اللي نطلعها في لا الحاسبة طيب طيب انتو الآن فكروا في الـ هذه يعرفوا كيف تكاملها وبعدين أنا أرسلك الحل إذا ما ما قدرت علي أنا أرسلك الحل بسيطة الحل بالتفصيل بالتفصيل ممل لجميع النقاط اللي موجودة في أي سؤال لكن انت حاول فيها في البداية انت ما حولت لسه إلى الآن ما انت عارف تكامل الإكسبرينشل يعني في الأساس حاول فيها إذا ما استطعتم من حاضرة الجاية أدوني خبر أنا راح أرسلكم فيديو في شرح تفصيلي للسؤال أوكي أوكي يعني تكير عادي طبري طيب آية 2 نفس الطريقة زي ما ذكرنا نفس الآية 1 طيب الإشكالية واللي حدثت حتى مع زملائكم قبل اللي هو آية 3 يعني هنا الحل موجود باختصار شديد ولكن خلينا نعرف أنه آية 3 تمر في مقاومة آية 3 تمر في مقاومة بالتالي لازم أنا أعرف التيار نفس فكرة السؤال القبل لازم أعرف التيار مغذي يعني الآن هذه راح تصير قيمة واحدة أوكي هذه تصير التوتل أنا ما يهمني هذه والتيار اللي هنا راح يعني راح يصير هذا الثمانية راح يصير هذا الثمانية وهنا أربع راح يصير الثناش راح سير الثناش واثناش هذه راح تتحد مع بعض وتوصل للنقطة هذه النوت تتفرع طيب يعني التيار اللي هنا مو عندي مو موجود عندي والتيار اللي هنا مو موجود عندي طيب أنا عندي هنا تيار فرعي طيب في عندي طريقة أسهل عندي ال VT خلينا نطالح الدائرة هذه هنا هذا ال VT هذا ال VT ال VT حسبتها حسبت ال VT هنا بكم 96 خلي ال Exponation راح نعوض فيه طيب ال 96 هنا هذا كان مصدر جهد هنا موقع هو هل أستطيع أوجد التيار اللي هنا أنا ما ايو التيار الأول اللي هو 12 التيار اللي يقول زمير 12 لأنه لو قسمت الثمانية الثمانية اللي هي المقاومات هذه كاملة جماعتها راح تديني ثمانية صحيح ولا لا 96 بتقسيم ثمانية راح تكون عندي كم 12 ستكون القيمة 12 سيه هنا ما طلعت أنا قبل طيب 12 هذه هنا ما تكفيني أني أجيب I3 التيار فرعي وبالتالي لازم أحسب التيار اللي يمر هنا وأطرح هذا من هذا عشان أجيب التيار مغذي للفرع عشان أقدر أطبق قانون current divider اللي هو موزع التيار فإذن XMVT 96 40 كم تعطيني 96 تقسيم 40 راح تديني 2.4 راح يكون عندي هنا 2 التيار اللي مر هنا 2.4 كم نرجع كم نشوف تساولات كثيرة هنا التيار 12 ساعتبر هذا 12 أوكي خلينا نكتب هذا جديد هنا عندي 12 أوكي 12 رنبي واضح شبا طيب التيار اللي هنا حسبته كم كم مقدار توي حسبته كسمت VT 2.4 صح نعم صحيح 2.4 دون 9.6 9.6 يعني هنا التيار رح يكون 9.6 طيب الآن أقدر أقول أن التيار هذا هو المغذي الفرع والتاني مغذي الفرع هلأ سأطبق القاعدة الكارن ديفايدر اللي هو التيار هذا الأساسي مضروف المقاومة البعيدة اللي هي 15 على كم على كم 40 دكتور لا مجموعة 25 تمام يلا حسبين هم مع 40 VT أخذ اللي هو اللي قال 9.6 التيار مضروف في 15 مقسوم على 25 كم أعطتني كم أعطتني 5.76 exponential minus 2 على T فنفس الفكرة ذا هو حل بطريقة مختصرة ولكن هذي تأدت لنفس الحل وتعويض الexponential نفس الشي راح تديني نفس الشي راح تعطيني نفس القيمة الفقرة C الفقرة أو عفوا الفقرة B calculate the initial energy stored in the parallel calculate the initial energy stored in the parallel inductors يبغى اللي هو القيمة أو الطاقة الابتدائية اللي تم تخزينها في الف لاحظ انه initial energy store شوف السؤال اللي قبل اقرأ 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 الان الان اقرأ الان اقرأ اقرأ في السؤال هذا اقرأ ب نفس القانون نفس الصيغة اقرأ لك W 9.5 5 64 64 ليش يا شباب ليش 64 تربيعة 8 هو 5 اقرأ نص في L هو 5 5 8 تربيعة 8 طيب هذا L1 طيب واللي بعده نص 20 قيمة L2 تربيع تربيع اللي هو ايش 4 صارت 16 عبرتني 320 جون كيف نفس الطريقة والسؤال الإجزامبل اللي قابل طيب C فيه تربيع How much energy is stored in the inductors as T تعول إلى ما لا نهاية يعني يقول لك كم اقدر الانيرجي اللي تم تخزينها في ال inductors على مدى يعني إذا كانت T تعول إلى ما لا نهاية بالتالي راح يحسبها بطريقة مختلفة نفس القوانين السابقة ولكن غير قيم التيار شوف لاحظ هنا نفس القانون لاحظ القانون هذا ولاحظ القانون هذا الاختلاف راح يكون عندي فيس في التيار في التيار شوف هنا التيار هنا كان 8 وهنا كان 4 وهنا مختلف طيب من فين جاب هذا القيم جابها من I1 و I2 راح I1 أخذ هذا القيمة ليش أخذ هذا القيمة؟ ليه؟ لأنه هو قال لك تي تقول إلى ما لا نهاية تي تقول إلى ما لا نهاية لاحظ أنه في I1 خلينا نجوب هذا في النهاية يعني الجزء هذا راح يقول إلى إيش؟ راح يكون إيش؟ راح يقول إلى الصفر خلاص انتهينا طيب فأخذ ال 1.6 لل L1 طيب هنا هذا راح يقول إلى إيش؟ إلى الصفر فراح أخذ سالب 1.6 فبالتالي السؤال مهم جداً قال لك تترمن how much energy is stored in inductors يعني يقول لك كم يعني مقدار الإنرجي اللي راح يخزنها معها إذا كانت T تعالي إلى ما لا نهاية هو راح أظن الإنرجي أصلاً قلت يعني قليلي يعني كانت ثلاثمية وعشرين وأصبحت كم؟ ضلت إنرجي إذا كانت T إلى ما لا نهاية أصبحت يقول لك لذلك 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 بعد أن تترمن الانرجي تترمن إلى الزلتين يعني راح تكون مخزنة هذه الانرجي هذي موضوع 32 جول 32 جول بينما كانت الابتدائية كانت اللي حاول أنه صار على الملف وأنتج مجال مغماطيسي معاكس عشان يحاول يحافظ عن الانرجي هذي ولكن ذهبت 320 هذي وتبقت اللي هي 32 32 جول طيب الفقرة الأخيرة show that the total energy delivered to the resistive network equals the difference between result obtained in B اللي هو in B and C هنا كأنه يختبر حل لك يعني العربية هو يقول لك total energy الواصل لشبكة اللي هو مقاومة أوكي يمثل يمثل الفرق ما بين B و C يمثل ما بين B و C والآن نشوف كيف مش معينة الكلام هذا لاحظ هنا يقول لك we obtain the total energy delivered to the resistive network اللي هو الجزل اللي في مقاومات by integration the expression for اللي هو ال P فنحسب ال P طيب ال P كيف يحسبو راح I تربيع في R I تربيع في R فين ال I تربيع و فين ال R هو نتكلم في ال R كامل هنا ال R ال R كام؟ ثمانية will I كم قيمته؟ ها؟ كم قيمته؟ صح صح و ما يشبه لاعش ما؟ ربع 12 ما ربعته 12 يديني 144 وما بربتها في الثمانية راح تديني 1152 أكي 1152 exponential minus 40 minus 40 يعني راح يربيع هذي الآيثي يعني راح يربيع هذي وراح يربيع هذي وراح يربيع هذي كذلك يعني هذي كم قيمة راح تربعها بتصير exponential minus 40 minus 40 طيب وكاملها عشان يطلع على الانيرجي من صفر إلى مالة نهاية والنتيجة زي ما قلنا لكم لازم تعرف كيف تاخذ التكامل وتحسب التكامل طلع عندي 288 هو قل لي انه ترا تراه يمثل الفرق ما بين البي والسي طلع عندي هنا انيرجي مختلف 288 وهنا عندي 32 بعد تاولي ما لا نهاية وهنا طلع عندي 320 طيب خلينا نطرح حاجة 320 من 32 من 32 كم تطرح؟ 288 كم تطرح وهو قال لك الشي هذا السؤال أصلا تراه 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 يعني الانيرجي الموجودة هنا تراه هي تمثل الفرق ما بين الاعتدائية وما بين الانيرجي اللي تم تخزينها وازالت موجودة يعني كي فهذه الانيرجي هي اللي تم استهلاكها مقاومة وتم بعد ما فتح السويتش وبعد ما انتهت الطاقة وبعد ما استقرت الدائرة خلاص تم استهلاكها استنزمها استنزافها فأصبحت هي الفرق ما بينها وهذه اللي هي تمثل 288 288 288 كي كده نكون غطينا ال-R-E الكامل ال-R-E الكامل ويتبقى إن شاء الله اللي هو ال-R-C ال-R-C بإذن الله راح نستكمل إن شاء الله في المحاضرة اللاحقة بين الواحد الأحد هي طريقتها واحدة الساب بس المذكرة رضيها يعني مختصة قولوا الأخبط ما شوي شهر ما هي تفصيلات إن شاء الله أنا راح بإذن الله الإكزامر اللي مو واضح ما استطعتم يعني ما استطعتم يعني ما استطعتم تفهمونه وتستوعبونه وعمل مشكلة ما عندي إشكالية مستطيع أني أنا أختصر أو أحله بطريقة تكون أوضح بإذن الله ترجمة نانسي قنقر